السؤال بعد كده بيقول السلام عليكم كنت عايزة أعرف الطريقة اللي أقنع بيها حد يصلي هو من فترة كبيرة للأسف مش بيصلي أعمل إيه إحنا في أوقات كتيرة بيبقى عندنا شوية أمور وإحنا بنتكلم على إنسان كان يصلي ثم ترك الصلاة في كتير من الأحوال الناس بتهتم فقط إن هي تطلق الأحكام على صاحب المعصية لكن الأهم من إطلاق الأحكام هو الأخذ بيده الإنسان اللي بيعصى الله سبحانه وتعالى ويرتكب كبيرة زي كبيرة ترك الصلاة فنعمل إيه بقى أول حاجة الشخص اللي هو ترك الصلاة في أحوال كتيرة الشخص ترك الصلاة قد يكون تركه للصلاة نتيجة أزمة أو صدمة أو شيء حصل حصل له فلكي نستطيع إن احنا نتعامل مع هذا نحن نحتاج ببساطة خالص عشان نكون واضحين نحتاج أن نعرف السبب الذي من أجله ترك الصلاة ده شيء مهم جدا 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 عشان نقدر نعالج ده فمثلا كثير من الناس بيتركوا الصلاة في أوقات كتيرة لأنه هو بيحس بإيه؟ بيحس إن ربنا سبحانه وتعالى مش معه ربنا مش مستجبله ربنا مش هو في جنبه ربنا تركه لوحده هو بيعاني أو ربنا سبحانه وتعالى أخذ منه حبيبه أو ربنا سبحانه وتعالى ما استجبلوش دي دعويته أحد يدعى إذا ربنا يدعى ربنا ما ياخدش حبيبه دوته وبعدين ربنا سبحانه وتعالى برضه افتكره بس هو كان مريض مرض صعب شوي أبس أنت عايت ربنا أنه أما يجيبه المضطرة إذا دعاه وأنا دعيت وأنا مضطرة أبس يا ربنا سبحانه وتعالى وعدك أن يستجيب لك كما يريد لا كما تريد وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد فأنت كنت شايف أن يفضل أن واحد يعيش متعذب أو يفضل واحد يعيش وهو خلاص فقط دوره في الحياة يعيش بس عشان أنت تستمتع بوجوده في الحياة ويبقى قدامك سورة ما هو موجود قيمة في حياتك أنت ليه بتعتبر أن ربنا سبحانه وتعالى ما استجابش لك إذا الشاهد هنا أن أول حاجة بعملها عشان أقنع الشخص يرجع للصلاة تاني أعرف السبب اللي من أجله ترك الصلاة بعض الناس بيتركوا الصلاة لأن هما بينشغلوا فهو شايف أن الوقت اللي يصلي فيه دوات ممكن يعطره بعض الناس بيتركوا الصلاة لأن هما بيتغير نمط حياتهم اللي ستايل لايف بتاعه بيتغير بتغير يعني إيه؟ هو بيشوف أنه هو في المكان اللي هو فيه دوات مش بيبقى مناسب الناس كلها ما بتصليش فانا عشان أبقى زيهم فانا مش هبقى صلي عشان محدش يتنمر علي كلها خرافات كل اللي أنا قلته دوات هبار عن أوهام كل اللي أنا قلته دوات لا أحد أبدا يقبل أنه يكون سبب من أسباب ترك الصلاة أصلا الصلاة ما ينفعش حد يتركها بس أنت ليه بتبدو دوره على السبب مدام اللي هو بيعمله ده بيعمله ده من أشد المعاصي ومن أشد الأثام ومن أشد الكبائر ومن أعظم الكبائر أنه واحد يترك الصلاة لدرجة أن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يكلم الناس ويقول لهم أن الصلاة عمود الدين فإزاي هو يترك عمود الدين فيترك عمود الدين طب وليه طب يعمل كده عشان أوهام عملية هالو النفس والأمارة بالسوق فإحنا لو كنا عايزين نعالج الشخص اللي هو ترك الصلاة ده لازم نعرف سبب تركه للصلاة ده أول حاجة بعد ما نعرف سبب تركه للصلاة إحنا لازم نعرف الظرف النفس اللي مر بي ولذلك أنت بتكلموا على الإلاج مش بتكلموا على هو يروح فين ويعذب ولا مش يعذبش لا إحنا بتتكلم على مسألة إيه مسألة إن الشخص ده كيف نعالجه لأن فيه أوقات كتيرة بيبقى ترك الصلاة ده عرض لاكتئاب عرض لمرض نفسي عرض لأزمة نفسية فأنا لازم وأنا بقول إن ترك الصلاة شيء مهم جدا عند الناس اللي بيبقى عندهم تدين أو عند ده مهم جدا جدا في التحليل النفسي إنه لما واحد يترك الصلاة وهو يكون بيحب ربنا أو يكون مقبل عربنا ففجأة يترك الصلاة ده مهم جدا في إن أنا لما أجل حلل نفسية حد ليه لأن الإنسان لما يترك شيء هو كان سند لي ودعم لي ومدد لي يتركه فهو بيتركه كأنه بيترك الشيء اللي بيثبته يخليه راسخ في الحياة فتركه ده لا يكون عن عن اتزانه ولكن تركه ده تلابد أن يكون عن اضطراب يبعا إذن لازم نعرف سبب تركه للصلاة إيه لازم نعرف هل السبب ده موجودة غير دلوقتي أو لا ثالث حاجة لازم نعرف قوة السبب ده إيه وإن السبب ده هو في الشخص ده تحول إلى مفهوم عند الشخص ده قال لا زي مثلا واحد بيعتبر أنه هو ترك الصلاة ترك الصلاة لأن الشخص اللي أزاه في حياته كلها كان هو السبب في أنه هو خلص الله فأيه طب خلاص بأسأل أعيد الكلام ده تاني كل الأسباب دي أسباب وهي وأسباب كلها جاي من النفس الأمر بالسوة كلها أسباب حرامة لأن الإنسان يتبع يعني دي مش مبررات ولكن دي مفسرات بنفسر وعمل كده ليه يبقى أول بعد ما الثلاث خطوات اللي احنا قلناهم دولها في معرفة السبب تركه للصلاة أنه بنعرف إيه السبب بنعرف بقاءه من عدمه بنعرف مدى قوته تعال بقى ندخل بقى على إيه ماذا نفعل أول حاجة نترك النصيحة بشكل متكرر مع كل صلاة ولكن ماذا نفعل نختار الأوقات اللي فيها مناسبة للكلام عن الله وأنا بختار أن إحنا لو عايزين نرجع حد للصلاة نكلمه عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني أفضل حاجة ممكن ترجع تعيد الإنسان كي يعود إلى الصلاة مرة ثانية هو الكلام عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ليه الكلام عن حضرة النبي بيخلي الناس ترجع للصلاة ليه لأن الكلام عن حضرة النبي وجمال حضرة النبي بيخلي الإنسان يحس أن الحياة منورة الحياة حلوة الحياة اللي فيها حضرة النبي دي حياة جميلة الحياة اللي فيها حضرة النبي دي حياة ممكن أعيش فيها أنا الحياة اللي فيها حضرة النبي دي حياة ممكن أحس أن الدنيا فيها خير من أكتر الحاجة اللي بتحسس الناس أن الدنيا فيها خير وتعالج ترماتهم وتعالج مشكلاتهم مع الدين هو الكلام عن حضرة النبي من شخص يفهم مقام حضرة النبي ويفهم جمال حضرة النبي ويفهم أخلاق حضرة النبي ليه؟ فأوقت كتيرة الناس لما بيجيوا ويعرفوا الناس على الدين بيعرفوهم على إنهما موكلاء عن حضرة النبي فإذا كان هو سبب تركه للصلاة إنه هو شاف إن الشخص اللي بيقدم نفسه على إنه وكيل وعنه نائب عن حضرة النبي كان هو سبب الصدمة بتاعته فلازم نزيل للشخص ده ونخلي التعاون مع حضرة النبي مباشرة فنعرفه على حضرة النبي وجمال حضرة النبي هو ده أهم حاجة أنا ممكن أعملها الحاجة التانية اللي ممكن أعملها كمان بعد كده بعد ما أكلمه عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه سر من أسرار الصلاة إيه سر من أسرار الصلاة أن الصلاة في كل صلاة هبة في كل صلاة فتحة وفي كل صلاة نور فعلمه أنه كل ما يجي يدخل الصلاة يدخل الصلاة بمعنى جديد يعني يدخل الصلاة بمعنى جديد أنا رايح أصلي مثلا صلاة العصر بعد شوية فأنا رايح أصلي صلاة العصر بعد شوية أنا وداخل عن صلاة العصر أبتدي هيئة نفسي إن أنا أدخل على الصلاة بمعنى معين أنا داخل صلاة العصر مثلا وحاسس إن في حد أزاني فأدخل في صلاة العصر وأنا باحتمي بيحمى الله لا ده أنا أخذ داخل صلاة العصر وأنا أحاسس إن ربنا فتح عليه فأدخل صلاة العصر بإننا بشكر ربنا على نعمته لا ده أنا بدخل صلاة العصر على إننا خايف على علاقة أن هي تفسد خايف على علاقة بزوجتي خايف على علاقة بابني فإيه اللي حاصل فيبقى أنا بدخل صلاة العصر بمعنى جديد يبقى أدخل كل صلاة بمعنى جديد يبقى إحنا بعد ما تعرفنا عن السبب بعد كده تعرفنا على حضرة النبي بعد كده ندخل على كل صلاة بماذا؟ بمعنى جديد بعد كده ندخل على الصلاة وإن اللي حاصل ونصل للصلاة في أول وقتها أي حد نقول له صل للصلاة في أول وقتها وخلاص وأنها تبقى المساعدة سهلة عليك بهذه الإجراءات يمكن الشخص يعود مرة ثانية للصلاة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يأتي كل الناس إلى رحابي وأخذهم إليه ويجعلهم سبحانه وتعالى في حضراتي وفي كرمي وفي ضيافاتي وفي أنواري وفي بركاتي يا رب العالمين